اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ناكلوا اكل غير صحي هنا المناعة تنقص والامرار تبدأ تتدخل كلما اكلنا تنشأ في الانسان كلما اكلنا الفريت كلما اكلنا ذو اللحوم الحمرة لبيزا كلما افتحنا ابواب بتاع البادانة لولادنا وخاصة كما يديروش رياضة النمط المعيشي البحر الابضي المتوسط معروف عالميا باللي كنا اكل الخضر والفواكه والالياف سرطان كولون نحبسه الهضم يدير بصفة مليحة الجهاز الهضمي يعمل بصفة جدية السرطان الثدي عند المرأة ينقص سرطان كل السرطانات بصفة عامة سرطان بروستات كلما اكلنا تغذية غير صحية دوسهم بكثرة ناكلوا الملح بكثرة ناكلوا السكرية بكثرة سنفتحوا ابواب بتاع ارتفاع في الضغط الدموي امراض القلب تصلب في الشرايين امراض السكري البدنة ولادنا يتربوا بصفة غير جدية خاصة كيكونوا سمان الطفل يقعد ما يبدلش مجهود في الدراسة ما يقدش يدرسه الى اخره النمط المعيشي البحر الابضي المتوسط لهو اكل الخضر والفواكه والشرب الماء يلعب دور كبير في اغلاق ابواب المرض في اغلاق في يعطي المناعة قوة باش الانسان يكون في صحة جيدة كلما كلنا مليح وشربنا مليح ورقدنا مليح كلما غلقنا ابواب الامراض ملازمش نسينا وروحتين ناكلوا اكل غير صحي باش نشبعوه ثم نوح نشيروا الدواء في يعطينا ناكلوا اكل صحي نوح نشيروا الدواء عند الصيدالي ولا نوح عن الطبيب يا زيارة عن الطبيب كلما صارى اي شي غير طبيعي في الذات تعنا نوح نستشارى عن الطبيب ولكن ماشي نروح عن الصيدالي نشيروا الادواء ونأكلوا أكل غير صحي ونقولوا راح تصرغل الآخرين لا تقدر تصرغل أي واحد فينا وخاصة الرياضة نأكلوا أكل صحي نشربوا الماء ونديروا رياضة ونرق دوم ليح ما نأخذوش منشطات ونأخذوش أدوية بصفة عشوائية مشروبة الغازية ما نأخذوش كما يقولوا السكرية بكثرة خاصة سريعة نأكلوا ذلك السكرية طاولة المدى السكر اللون اللي يعملوا بصفة طاولة طاولة المدى نأكلوا الدهون مشي الدهون لبكثرة نأكلوا كل حاجة نأكلها بلا ما نزيده الشيء إذا فات عن حده انقلب إلى ضده الصحة راي عزيزة الأمراض يدير حالة الصرطة لا تبدير حالة أمراض البدنة يدير حالة أمراض القلب مدير حالة السكر يرتفع في الضغط الدموي كل هذا يقدر يقيس أي واحد فينا زيد لها ازدحام في السيارات زيد لها وقت تبذل في السيارات الزعاف لسترس التقلاق النرفزة يعطي جلطة قلبية يعطي جلطة عقلية جلطة دماغية إلى آخره فالخلاصة كلما درنا نمط معيشي صحي كلما درنا رياضة كلما شربنا الماء كلما كلينا الخضر والفواكه بصفة مليحة كلما كثرنا في الألياف كلما غلقنا أبواب الأمراض غلقنا أبواب أمراض السرطان بكري كان يقولوا السرطان يجي على جال الخلايا التي تخضع إلى الانقسام تحت إشراف المخ تعود تعمل للروحة تعمل بصفة عشوائية حاليا يقول لغة المناعة كي تنقص وهذه الخلايا هذه المناعة تزيد في الانقسام تزيد في ذلك الانقسام العشوائي وتمت أمراض السرطان أمراض السرطان ماشي غير بالتدخين ولا غير كيما يقولوا بالبرطاب كينا أمراض السرطان على جال خالية في الجهاز تعنا في الأجهزة تعنا دارت انقسام غير انقسام عشوائي خرجت على النمط المخ تحت إشراف المخ تولي تعمل لنفسها وتمد كيما يقولوا تمد مشاكل إلى في الأعضاء الأخرى في الخلاصة كلما كلنا مليح كلما رقدنا مليح كلما دلنا رياضة كلما بعد الأمراض بصفة كبيرة لنا لولدنا خرج صحتنا وصحة ولدنا هي رسمنا ترجمة نانسي قنقر